صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ببالغ الحزن وعظيم الأسى لبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وقدم أيدهم الله خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة أل الصباح الكريمة في دولة الكويت وللشعب الكويتي الشقيق وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح رحمه الله الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعا وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار إنا لله وإنا إليه راجعون